قال مصدر أمني إن إدارة مكافحة المخدرات ألقت القبض على سبعة أشخاص تورط في قضية تهريب مخدرات بواسطة مركبة الشحن حيث تم من خلال كمائن إيقاف مركبة كانوا يستقلونها وعثر داخلها على مخابئ سرية تحوي ربع مليون حبة مخدرة هذا وتعاملت كوادر الإدارة مع عشرة قضايا أخرى في مناطق مختلفة من المملكة ألقت خلالها القبض على أربعة عشر شخصا من حائزي ومروجي المواد المخدرة يذكر أنه بوشر التحقيق مع كافة المقبوض عليهم لإحالتهم لمدع عام أمن الدولة